ابتدى حر الصيف وما فيش احلم ان احنا نعمل بوبسيكل من فواكه الطبيعية ومن غيره ولا نقطة سكر هيحبوها الصغيرين واحنا كمان احنا ناكلها معاهم دايما في الصيف تغريني قوي فكرة البوبسيكل الجرانيتا السلشي مع الحر بس دول عبارة عن ايه عبارة عن مية بتلك معاهم مكهات صناعية الوان صناعية وسكر كتير جدا جدا قليل قوي لما بيكون فيه انواع حقيقي فيها فكهة حقيقية النهاردة هنعملهم في البيت بمنتهى البساطة والسهولة ومن غير ولا جرام سكر اخترت ان انا عمل لكم ثلاثة كده كرييتف جدا حقيقي هتمبستوا بشكلها والولاد حتى هيفرحوا جدا هما بيحضروها معاكم هنعمل اولا الريمبو بوبسيكل اللي هي فيها الوان فكهة مختلفة وهنعمل البيناكولادا اللي هو المشروب المشروب جدا من جوز الهند والاناناس وهنعمل بينك لامونايد كل اللي هنعمله بفواكه طبيعية مش هنستعمل سكر ابدا هنستعمل سكر دايت زي سكر ستيفيا مثلا ستيفيا فيه زيرو كالوريز يعني كل السكر اللي هناخته هيبقى بس من الفكهة خلينا نبتدي بالريمبو وان اين فكهة موجودة في الموسم يعني احنا اول الصيف لقيت بطيخ وشمام ولقيت كيوي عشان اللون الاخضر الجميل ولقيت توت بقى حيدينا لون موف كده غامق حلو قوي المهم النوع في الادمان بنضربهم في الخلاط كل واحد لوحده انا بعمل تقريبا نص كوباية من كل واحد يعني خمس ست مكعبات كده بطيخ وشمام على اتنين كيوي كده يعني بعد ما بضربهم في الخلاط كده بزود عليهم تقريبا كوبايتين زبادي صغيرين حضرب الزبادي شوية عشان ما يبقاش مكالكع بس مش هضربه في الخلاط مع الفكهة عشان مش عايزاي يبقى مية خالص دلوقتي هزود عليه سكر ستيفيا اللذيذ ان هو موجود في قطارة وده لذيذ قوي عشان ممكن طبعا احط سكر بودرة واقلبه ان انا ملكوا اللذيذ في الحاجات السيلة دي لانه على طول مش محتاج تقليب بالذات انه اربع نقط بيساوي معلقة صغيرة من السكر التوت انا بحبه جدا مزز بحب مزاستو مش حط سكر كتير هحط معلقة صغيرة من السكر يعني اربع نقط البطيخ مسكر جدا فمش هحط عليه سكر خالص الكيوي مز شوية هحط عليه تقريبا معلقتين سكر صغيرين يعني تمن نقط الشمام مسكر بس مش قوي هحطله معلقة واحدة دلوقتي لو حطتهم في قالب البوبسيكل زي ما هم كده هيسيحوا على بعض برضو ممكن يدوا شكل لذيذ كده يبقى زي التاي داي داخلين في بعض بس انا عايزاهم زي الريمبو زي القوس قزح عايزاهم كده طبقات فوق بعض فاللي هعملوا هحطهم في الفريزر زي ما هم كده في البولات لمدة ساعة وكل ربع ساعة كده قلبهم عشان اكسر التالج بس هيكونوا ايه جمدوا معي شوية اقدر بعد كده ان انا احطهم ليرز فوق بعض فتعالوا نحطهم في الفريزر وعبال ما نجهز البين عبال ما حطيت الفواكه التانية في الفريزر عشان تتجمت شوية هعمل لكم بقى الوصفة التانية بينا كولادا مشروب سيفي روعة بحليب جوز الهند والاناناس واو هجيب نص كباية عصير الاناناس يا اما انا عصرها فراش انا ملاقيتش فجبت عصير مش مسكر وجبت نص كباية حليب جوز الهند المهم ان احنا نلاقيه سكيمد لان حليب جوز الهند باري باري فاتي مليان دهون فيريت نلاقي النوع اللي هو بيبقى قليل الدسم كمان كباية زبادي قليلة الدسم هحط معلقتين صغيرين يعني 8 نقط سكر ستيفيا في جوز الهند وعلى فكرة ميزة سكر ستيفيا انه ما بيرفعش السكر في الدم خالص غير انه هو zero calories ما بيرفعش السكر في الدم بالتاني مناسب جدا كمان لمرضى السكر هم جهزوا هحطهم في الفريزر لمدة 4 ساعات لحد ما يتجمدوا وانا بحط النوع التاني في الفريزر ما ننستش قدي الفواكه اللي احنا ضربناه هنا كل الانواع دي ديها تقليبة كده عشان ما تجمدش دلوقتي هحضر النوع التالت اللي هو ال pink lemonade او اللاموناتا اللي انا هعملها pink عشان هحط فيها باريز مشكلة بس انتوا ممكن تحطوا فيها اي فكهة تعجبكم اي حاجة عندكم في البيت هتطلع حلوة جدا امعطعوها حتت وحطوها مع اللاموناتا انا هحط باريز وكيمو وهحط سكر سيفيا هتبر ان انا لكل لمونة حطتها هحط معلقة سكر زغيرة يعني اربع نقط من القطارة انا حطيت خمس لمونات ولمونة بشرها يعني ست لمونات فحط اربع وعشرين نقطة من القطارة الحلو انه ستيفيا كمان امن جدا للاطفال فوق الثلاث سنين يعني ممكن ان احنا نحضر ده مع اطفالنا وفعلا ما نحطش فيه سكر عشان ما ياخدوش كالوريز على الفاطئة بصوا الفواكه بتبتدي تقبقى بالفوق كده فبتملأ القالب بتاع البوبسيكو فريزر اوكي طلعتهم الفريزر شايفين اعمل يعني زي بوري شوية ابتدى يمسك نفسه شوية فححطه على طول في الاوالب عشان خاطر اقدر ان انا رصصه فوق بعد عايز اقولكو حكا بس تخيلوا قد ايه الاطفال حيفرحوا لو عملوا معاكم الوصفات دي كمان لو عندكم اطفال بتسنن صغيرين مجرد ان انتوا تعملوا الفكرة دي بان انتوا تضربونهم الفاكهة طبيعية زي ما هي من غير زبادي من غير اي سكر او سكر ضايت الفاكهة طبيعية زي ما هي وديها لهم بقى يستمتعوا بيها وهم بيسننوا حقيقي حتهدلهم الوكع فريزر ولحظات وحواريكم جاهزين دلوقتي البوبسيكلز جهزوا لما طلحهم الفريزر خليني احطهم ثواني معدودة في شوية ماية دافية وبعد كده حعرف ان انا اشدهم واو بصوا شكلها حلو ازاي تعالوا نقارن ما بين اللي بنلاقيهم في السوق وما بين اللي احنا عملناهم البوبسيكل اللي عادية فيها تقريبا 150 سعر حرارية بس مش دي المشكلة مشكلة في كمية السكر فيها 30 جرام سكر عارفين يعني ايه يعني اكي انكم اخدتم معلقتين كبار من السكر وحططوها في بققكم او في بقق ولادكم تردوا تعملوا كده اما اللي احنا حضرناهم ففيهم تقريبا 85 سعر حرارية بس و 5 جرام سكر يعني معلقة سكر صغيرة وكلها من الفكهة الطبيعية عشان الستيفيا اللي حطناها ما بتديناش اي سكر ولا اي سعرات حرارية انا بصراحة هدوق البيناكولادا لاني قلتلكوا ان انا محباها جدا حلوة قوية